المسيحية بتقدم انه العلاقة من خلال او مع يسوع المسيح بتقدم وعد للخلاص ووعد بالحياة الابدية وشوف دور لي على اي كتاب في العالم بيوعد اتباعه اذا انت بتؤمن مثلا في المؤسس اليك حياة ابدية في الحاضر لا على النقيد بتشوف الانبياء اخطأت وعصت وبتثبت عدم كمال الانبياء وبتثبت عدم كمال الكتب وبتثبت اشياء كثيرة مش بحاجة اتكلم عنها في هذا الوقت لكن احبائي ولا ادنى شك انه ممكن تشك في شخصية يسوع المسيح فالكتاب المقدس يقدم لنا هوية وشخصية يسوع المسيح كمخلص وانه هذا المخلص هو قدم نفسه فدية كفارة وخلاصا للجميع وهذا الكتاب المقدس اسند طبعا شرعيا بسبب قيامة يسوع المسيح من الاموات هذا معناته بيثبت صدق دعوة المسيحية او المسيح المسيحية هي الوحيدة اللي بتعلم انه الحياة الابدية ممكن حصول عليها في الزمن الحاضر فاذا انبياء يمكن بتحاول اتعلم الناس او تقود الناس الى المعرفة لكن المسيح شخصا جاء واتخذ جسدا وفعلا يعني مش بس قام في عملية الخلاص والانقاذ من عبودية الخطيئة ومن الزنوب والعيوب لكنه وعد بالحياة الابدية الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة وهذا الوعد احبائي من خلال العلاقة مع يسوع